اشتركوا في القناة والتحالف الاستراتيجي مؤكدا سموه على تطلع المملكة للعمل مع الولايات المتحدة من اجل تطوير التعاون بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات واشار سموه مستشار الامن الوطني الى الجهود النوعية المشتركة الرامية الى مكافحة الارهاب وضمان الاستقرار الاقليمي منوها سموه في هذا الصدد بتجشين الحوار الاستراتيجي بين البلدين وتعزيز مكانة مملكة البحرين كشريك امني رئيسي للولايات المتحدة واستعرض سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة مبادرات وانجازات مملكة البحرين في سبيل ارساء دعائم السلام والتسامح وسيادة الاستقرار في منطقة الشرق الاوسط مثمنا سموه ما تبذله الولايات المتحدة الامريكية من جهود رائدة في هذا المجال من جانبه اعرب مستشار الامن القومي الامريكي عن اعتزازه وتقديره لما وصلت اليه علاقات التعاون بين البلدين من تطور ونماء على كافة الاصعدة متمنيا لمملكة البحرين المزيد من التقدم والازدهار وشهد الاتصال ايضا بحث تعزيز العلاقات التعاون الثنائي بالاضافة الى مناقشة عدد من القضايا محل الاهتمام المشترك ترجمة نانسي قنقر